بيبلش فيلمنا مع مايك سنة 1989 وهو عم يتدرب مدرسة هايدن الثانوية وبيكون حلم عمره ان يتم اكتشافه بلعبة كرة السلة وياخد منحة دراسية للجامعة اللي حاب بيسجل فيها وقبل ما المباراة تبلش بيجي صديقه نده بيقله انو سكارلت حبيبته بديه ضروري فبيروح يحكي معاها ويقول له الخبر اللي بشتت انتباهه ويخليه ما يحسن يكمل اهم مباراة بحياته وبتتركه وبتمشي فبيركض وراها وبيحكي لها انو الطفل هو من استقبلهم لانها بتكون حامل وبيقرر يهتم فيها وبالطفل وبتمرق لسنين وبتيجي سنة 2006 وبتكون حياته تدمرت ومرتوس كارلت قلعته من البيت واولاده ما بيحبوه بكفون قاعد ما عرفيه وانت ببيته وما في شي يزابط معه بحياته الا الترقية اللي مستنيها من مديره وبروح يشغله على امل انه ياخد الترقية وبلاقي انو المدير طبعه عطى الترقية لوحدة ما الى غير شهرين وبيكون هو صر له شي 16 سنة عم يشتغل بالشركة فبيعترض مايك علي صار فالمدير بيقلعه من الشغل بيروح لبنته على المدرسة وبيقابل عامل النظافة وبيقدر يتعرف عليه انو مايك الطالب المشهور يلي المدرسة كلها كانت بتعرفه وبيكون عم يطلع عصورة الفريق طبعه وهو صغير وبيقول مايك العامل النظافة انو بيتمنى يرجع للماضي مرة تانية ويعيش ايام شبابه من اول وجديد فبيسأله العامل انت متأكد من يلي عبتتمنى هلأ وفجأة بيختفي من قدامه وبعده بيشوف بنته ماجي هي ورفقاته وبيحكي لها انو جاي لحتى يطلع معها هي واخوها اليكس سوا متل ايام زمان وبيكتشف انو مطايقينو وما بيعرف عنهم اي شي وبيوصل عالبيت وبيلاقي مرته عم تشتغل بالحديقة وبتقله انو طلاقهم رح يكون بعد اسبوعين بالمحكمة وانه تعبت من كتر ما سمعته عم يشتكي انو مستقبل وضاع بسبب جوازهم وانو كان قدامه مستقبل حافل بالانجازات لو للحمل المفاجئ اللي صار مشان هيك الطلاق رح يكون افضل حل لقلهم وبتتركه وبتمشي وبيلاقي الدنيا عم تشتي واسناء ما هو راجع عالبيت بيشوف عامل النظافة نطع المي وبيروح يشوفه بيشوف دوامة قدامه وبيقع فيها وبيطلع لنهار وبيروح مايك لبيترفيه ند وبيكون لبسه مليان طين من النهر وبياخد حمام وبيطلع عحاله بالنمرأي وبيلاقي شكله صغير وانو رجع لعمر السبتعشر سنة واول ما بيشوفه ند بيفكره حرامي وبيحاول انو يقتله بعدها بيركض وراه بيحاول مايك يشرح له يلي صار وانو رفيقه لحد ما بيشوف صورة لمايك عنده بالبيت وهو صغير وبيقرر يصدقه وبيهدو لحتى يستوعبه يلي صار وبيتذكر انو شاف عامل النظافة هو عم ينتحر فبيركض على المدرسة اللي يدور عليه لحد ما بيشوف مي على الارض وبيلحقها وبيشوف سطل المي بس ما بيلاقيه وبيرجع لعند ند وبيقله انو رجع صغير لانو ناوي يعوض عن كل شي راح عليه ويحقق حلمه وبيخلي ند يساده لحتى يفوت عالمدرسة وانو يقدم له فيها على اساس انو ابوه وبيفوتوا عمديرة المدرسة الانسة سعاد وبينعجب فيها ند اول ما بيشوفها وبيقدم مايك نفسه باسم مارك وبيقدم شهاداته يلي مزور له ياها ند وبينقبل بالمدرسة وبيقرر ند انو يجهز مارك للمدرسة بطريقته وبيغير له لبسه وبيجيب له سيارة وبيبلش اول يوم دراسي لإله وبيجي تليفون من مارته وبيحكي لها انو مسافر بره البلد بعدها بيحطر حص التدريب لكرة السلة وبيلفت نظر المدرب فادي وبيقول له المدرب انو يجو لاختبارات انضمام الفريق تبع كرة السلة الرسمي للمدرسة وبيروح مارك يحكي مع ند بالحمام وبيحكي له انو صار على الطريق الصحيح ورح ينضم عن قريب للفريق الرسمي وبيسمع حدا عم يناديله وبشوف ابنه أليكس مربوط وبدو حدا يفكه وبيفكه مارك وبيقدم حاله على اساس انو ابن عمه ند وبيروحوا ياكلوا سوا باستراحة المدرسة وبيحكي له أليكس انو ستان لا عب السلة هو اللي عمل فيه هيك وبيكرهه بس مع هيك مضطر يشوفه حتى بالبيت لانو بيكون رفيق اخته وبيضل عم يتطلع عليه لحتى يجي ويتخانق معه وبيقوم له مارك وبيقول له لو قرب مرة تانية على أليكس رح يحكي لأبوه ويشكي عليه فبيحاول استان يضربه بالطابة بس مارك بيكمشه بسهولة وبيعطيه محاضرة بالأخلاق وبيقول له يقول نيتشي وقت بتكون جبان وخروق لا تقاوع حدا أضعف منك لانو رح يجي مين يكسر لك راسك ويأزيك يا عمه وبيرجع مارك لبيتنده وبيقول له انو اكتشف قديش هو أب فاشل وبنته بتواعد أكبر أهبل بالمدرسة وابنه بيتعرض للتنمر من نفس الأهبل واكتشف انو عامل النظافة رجعه صغير مشان يساعد ولادهم ولا ينضم لفريق قرة السلة وبعدها بيروح لعند أليكس عبيته وبشوف انو بيعرف يلعب قرة السلة وبيقول له انو رح يحاول يفوته على الفريق تبع المدرسة تاني يوم بيروح مارك للمدرسة بشوف استانه هو عم يبوس بنته ماجي فبيهجم عليه وبيضربوا بعض وبينعمل استدعاءه لأمر لمارك وبيجي نده ومزبط حاله مشان يبهر المديرة لتحبه بس هي بتصده وبعد ما بيخلص المقابلة مع المديرة بيطلع عابيت أليكس وبيشوف مرته لحالها وبيعرض عليها المساعدة باللي عب تساويه وبتقله انو هي ناوية تزبط لجنينة وتساويها معرض لشغلها وبتبدأ تشرح له شو هي ناوية تعمل وتغير وبيبلش يقرب أكتر من ابنه ويدربه على لعبة السلة وبساعد مرته أكتر وبيجي موعد اختبارات دخول فريق السلة وبينجحوا هن الاتنين بالاختبارات وبيتقلن سكارلت انه خلصت شغل باللي جنينة وحبت فرجيهن يلي ساوته وبينبهر مارك بشغلها بعد ما كان يتمسخر عليها وعشغلها من زمان وبتقلن انو لازم تجهز حالها لانو عندها موعد مع حدا ولما بيشوفو يحكي لها انو مستحيل تترك جوزها مشان هاد الزلمة وبتقله انو هاد الشي هي بيخصني وما دخلك وبس تشوف عمك مايك عطيه أوراق الطلاق مشان يوقعها وذكره بالجلسة الأخيرة يوم 27 الشهر ولازم يحضرها وبلاقي بنته ماجي رايح ارقد ع سيارة ستان وبيعرف انه رايحة على حفلة بصالة البولينغ وبنادي على ألكس وبيقله انه اني كمان رايحين وبيوصلوا لهنيك وبيضل يدور على ماجي بنته لحتى يلاقيها وبيسألها عن سبب ارتباطها بشخص مثل ستان وبتقله انه بتحبه انه يتضل معاه طول حياته ورح تنتقل لجام عاجل بشغله لحتى تضل حده فبيقلها مارك انه هذا مستحيل وما رح يخليها تساوي هيك شي مشان واحد أهبل وبتقله ما دخلك وبتتركه أما ألكس بيكون في شيل انه يحكي مع البنت يلي بيحبها وبعدها بتبلش اول مباراة رسمية وبيكون مارك معصبه وشايف مرته مع واحد تاني وبنته معستان وبضل يلعبه هو ممركز لقبل ما تخلص المباراة بشوي وبيعطي الكرة لألكس وبسددها وبيكون السبب في ربحهم للمباراة وبيلاقي ألكس انه البنت يلي معجب فيها جاي تحيي وبشوف مارك انه ند أخيرا زبط المديرة وطلع معاها وبيقرر يقول للمدرسة كلها وراح يعمل حفلة ببيته اليوم بالليل يلي هو بيت رفيقه ند بما انه رح يضل فاضي ولما بيكون رايح يجهز لحفلته بلاقي بنته ماغي عم تبكي لحاله وبيروح بيواسيها وبيعرف انه استان تركها وبيضل يحكي لها انه بتستاهل أحسن من استان وهو ما بيستاهلها بس بتفكر انه هو يلي معجب فيها وبتحاول تقرب بينه بيحكي لها انه بس جاي مشان يحكي لها على الحفلة يلي بيبيته وبيروح بتبلش الحفلة وبشوف ألكس مع الصبية يلي بيحبها وقدر يحكيها وبحس انه حياة ولاده بلشت تتحسن شوي وبلاقي استان عم يحاول يصالح ماغي فبيتخانقوا مرة تانية فاستاني بيضربوا وبيغمى عليه ولما بفيق بيشوف بنته ماغي وبينقذوا بقب من مكانه وبيحكي لها انه ما بيزبط يكون معاها وبيحسن يهرب منها وبلاقي انه سكارلت ببيته وعم تدور على ألكس لانه تأخر برا البيت وما له بالعادة فبيحكي لها انه ألكس أخيرا صار عنده حبيبة وهو معاها هلأ اما ند والمديرة بيكونوا راجعين على البيت سوا وبشوف انه مارك مخرب البيت تبعه وبيقلع العالم كله وبيقول انه الحفلة انتهت وبتكون سكارلت شايفة ابنه مع رفيقته وبتشكر مارك لانه هتم فيه وكان محتاج حدا يرعاه لانه ابوه ما كان يهتم فيه وبيحاول مارك يبوسها وبتكون ماغي شايفته فبتضربه سكارلت وبتقول عنه شخص غريب وتصرفاته أغرب تشوفه ماجي وبتضربه كفه من وراها رفقاته نور وتهاني وبتخرب الحفلة وبيروح لعند ندلة يعتذر له علي سوا ببيته وبيضربه كف بس ما بيعبي معاه وبيرجع يضربه كف تاني وبيسامحه وبييجي تاني يوم بيكون 27 الشهر موعد آخر جلسة للطلاق مع مرته فبيقول مايك لند انه محتاج وقت أكتر لحتى يصلح حاله وعيلته وبيروح وضغري عقاعة المحكمة وبيوصلوا عالج جلسة وبيطلب انه يحكي باسم مايك قدام القاضية ومرته فبتوافق القاضية وبيطلع الرسالة اللي بيقول انه من مايك ورح يقرأها قدامهم وبيحكي لها انه مايك متذكر اول يوم شافها فيه وشو كانت لابسة بالزبط وانه اول ما شافها امن بالحب من اول نظرة واتمنى انه تضل معاه وبالرغم من المصايب يلي واجهته بس هي الوحيدة اللي كانت واقفة معاه حتى وهو عم يعاتبها عاللي صار بس اكتشف انه بيحبها ولازم يتركها تكمل حياتها من دونه وبيترك الرسالة عالصندوق يلي قدامه وبيروح وبعد ما بيمشي بتطلب سكارليت من القاضية تتأجل الجلسة وبتأجلها شهر ولما بتروح تشوف الرسالة تتفاجأ انه مكتوف فيها عنوان المحكمة بس وكل الكلام اللي حكاها من راسه وبترجع سكارليت لبيتها وبتلاقي خاتم الزواج ورسالة كاتب فيها مايك انه بيتمنى لو كان يبيحسن ينهي كل شي يبلشه معاها وبيجي تاني يوم موعد مباراة كرة السلة وبيكون مكتشف المواهب الخاص بكرة السلة موجود ومارك قرر انه يبعد عن حياة عيلته لانه هيك افضل لقلون وراح يركز باللعبة وبالمنحة تبعه وقبل ما تبلش المباراة بيعمل مارك لسكارليت نفس الحركة اللي كان يعمل لهياها قبل كل مباراة ايام زمان لما كانوا بالمدرسة يسوها وبتنصدم من يلي شافته وبتمشيه وبيذكر نفس اللحظة لما قالت له انه هي حامل وبدل ما يرمي الكرة بيعطيها لابنه اليكس ليكمل المباراة بداله وبيرقد ورا مرته مشان يلحقها وبيرقد وراها وبيحس انه دخل بدوامة وبيرجع مايك لسنه الطبيعي وبتشوفه مرته وبتصدق انه مارك كان مايك فعلا وبيعتذر له عن كل اللي عملوا معاها وانه كان نسيان انه هي كانت افضل قرار اخده بكل حياته وبيطلب منها يفتحوا صفحة جديدة بحياتهم وبتقوله انه موافقة واشتاقت له ومتمنيه انه مايك تبع زمان يرجع لها وبيشتغل بالمدرسة كمدرب سلة وبيرجع لحياته وبيقدر يهتم بالاولاد احسن من الاول ما تنسوا تعملوا اشتراك وتحطوا لايك لتشوفوا كل الملخصات الجاية هذا الفيديو كتبوا منتجه وسجلوا باس الخليل اللي هو انا السلام